عبر الأقمار الصناعية من بغداد مع المستشار دياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور دياء سيد دياء إذن أسرار داعش ستفيد بطبيعة الحال مباعد تحرير الموصل هل فعلا سيكون وارد موضوع إيجاد هذه الأسرار أم أنه داعش طبعا سيكون حذرا جدا بهذا الموضوع مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة أنا أعتقد أن تأثير هزيمة تنظيم داعش تأثير المنجز العسكري الذي حققته القوات المسلحة العراقية والنصر المجيد الذي تحقق في هذه المدينة بعد تسعة أشهر من القتال سيكون له تأثير نفسي مزلزل على معنوي ونفسي مزلزل على تنظيم داعش وله هزات ارتدادية في أكثر من مكان من العالم الموصل بالنسبة لتنظيم داعش منصة لوجستية ومورد مادي وبشري ومركز للقيادة والسيطرة ذات بعد قيمي وتاريخي ورمزي ولذلك هو اختار الموصل ليعلن من خلالها ما يسمى الخلافة في عام 2014 فلذلك أنا أرى في التحليل أن الموصل كانت نقطة الارتكاز الرئيسية وليست الرقة أو دير الزور الموصل هي نقطة الارتكاز الرئيسية وتحولت الآن بفعل العمليات العسكرية والمنجز العسكري المتحقق تحولت إلى نقطة الانهيار نقطة الانهيار الآن لتنظيم داعش هي في مدينة الموصل ولذلك نحن نرى من المحتمل جدا أن تحدث انهيارات في دفاعات تنظيم داعش في مناطق متعددة لأنه الآن إن بقي متشبثا بالأرض وإن رضي بالتموضع الجغرافي في بعض المناطق فإنه سيتعرض إلى الإبادة الشاملة كما حدث في مدينة الموصل أي أسرار ممكن أن تكشف وثائق معينة ما الذي يمكن أن تكشفه لأن الخبراء بطبيعة الحال هم يعولون على هذه الأسرار بأن تساعدهم في القضاء على الفكر المتطرف حتى ما بعد الموصل نعم هناك الاستخبارات العسكرية وحتى الغربية كانت تسعى دائما وتحاول إلى الحصول على المعلومات ولذلك كانت تقوم بعمليات إنزال على بعض المناطق لإعتقال أو أسر بعض من عناصر القيادية لتنظيم داعش والحصول على معلومات من خلال مراقبة الحواسيب أو السيطرة عليها والحصول على بعض الوثائق في اعتقادي تنظيم داعش احتاطة لهذا الموضوع ولكن مع ذلك هو ترك الكثير من الوثائق المهمة وهذه تحتاج إلى دراسة وتقييم من قبل أجهزة الاستخبارات وتحتاج بعض الوقت ولكن بكل تأكيد هي ستؤثر على البنية التحتية لتنظيم داعش وستلحق بهذا التنظيم المتطرف أضرار جسيمة وأنا أرى أن التنظيم أخذ أكثر حتى مما يستحق يعني هناك 68 دولة هي التحالف الغربي أضيف لها قبل فترة قصيرة 28 دولة هي حلف الناتو أنا في اعتقادي أن هناك استثمار في هذه الأزمة تنظيم داعش سيهزم وهناك علامات على الانهيار والهزيمة والسقوط المخاطر موجودة إلى أي مدى ممكن أن تصل الجماعات المتطرفة بما بعد الموصل الكل يتحدث اليوم عن أخطار داعش بعد الهزيمة نتحدث عن هزيمة ولكن أخطاره بعد الهزيمة عقول وأذهان العائدين إلى بلادهم فيما يتعلق بالتطرف وجود الألكتروني الذي أنشأه التنظيم ست ميسون مثلما للنصر قيمة معمدة بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال والمدنيين أيضا لهزيمة تنظيم داعش ثمن وهذا يقتضي إجراءات واستحقاقات على الأرض هنا يجب على القوات المسلحة أن تستثمر حالة الانكسار والهزيمة والإحباط التي تنتاب تنظيمات داعش وتقوم بعمليات عسكرية في أكثر من مكان توسع مساحة الاشتباك والتماس مع هؤلاء حتى تضعهم في وضع مرتبك دائما وضع مطاردة ولا تسمح لهم بإعادة تنظيم صفوفهم أو التقاط الأنفاس الاتجاه نحو الحدود والاتجاه نحو الصحراء التوجه بعمليات اقتحامية وإنزال لتحرير المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش وتشكل مفاتيح أسكرية لمناطق متعددة مثل منطقة القائم أو مدينة القائم على الحدود العراقية السورية أو منطقة تلعفر في غرب مدينة الموصل هناك خيارات أمام تنظيم داعش وهي محدودة جدا الخيار الأول أنه قد وطبعا هذا حسن منذ يوم أمس الخيار الأول أنه يلجأ تنظيم داعش إلى التواري في منطقة الصحراء ويتكيف مع الوضع الجديد ويلوذ بالصمت من أجل إعادة التنظيم أو يوحي إلى الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات أنه عاجز ومشلول وغير قادر على الحركة والفعل والقدرة ويحاول خلال هذه الفترة أن يعيد تنظيم نفسه ومن ثم يعاود إذا وجد الفرصة المناسبة يعاود القيام بهجمات إرهابية إجرامية وهذا طبعا فيه خطر كبير على تنظيم داعش لأنه قد يعرضه مع العناصر الضاغطة الأخرى قد يعرضه إلى الإبادة الخيار الثاني وهو الذي باشر به منذ أيام أنه قد يقوم تحت الضغط العسكري والنفسي للهزيمة التي مني بها في مدينة الموصل قد يقوم بعمليات ليست لها مدلولات عسكرية وإنما عمليات انتحارية دموية ذات طبيعة تأرية وانتقامية يستهدف فيها بعض المفاصل اللينة وهذا حدث يوم أمس استهدف بعض القرى على أطراف حمام العليل ومنطقة ربيعة شمال غرب تل عفر وأيضا جنوب القيارة هذه العمليات تعبر في رأي هي ليس مصدر قوة إنما تعبر عن حالة العزلة والإحباط والشعور عقدة الشعور بالهزيمة والانكسار لدى تنظيمات داعش ومع ذلك بالضبط الانكسار الكلمة التي قلت الانكسار هزيمة أفراد داعش أيضا إلى أي درجة هي من أسوأ ما وصل إليه هذا التنظيم مع الهزيمة العسكرية خاصة الآن نتحدث أيضا عن استسلام قادة تم تحقيق معهم لا هم فروا هنالك هجرة معاكسة هم فروا أجهزة الاستخبارات الغربية تقول أن هناك ما يقارب من 250 من الآيديولوجيين أو المتطرفين والمتشددين استطاعوا الفرار دون علم السلطات التركية عبر تركيا إلى اليونان إلى بلغاريا وهم لا يعلمونهم أين حاليا في أوروبا هناك هجرة معاكسة هناك فرار من المناطق التي لا يزالي سيطح عليها وهذا ما يتخلق منهم ليس فرار المدنيين ليس فرار المدنيين إنما فرار المتشددين والمتطرفين وبعضهم من البريطانيين والأمريكان لدينا أسماهم معروفين في السجون التركية وهناك مفاوضات بشأنهم بين بريطانيا والتركية وبين الولايات المتحدة والتركية هناك هجرة معاكسة وهذا دليل على الانهيار إضافة أنه لا يوجد رواتب خزينة خاوية ومفلسة التنظيم أصبح هدف لكل طيران العالم لكل جهد العسكري مهما اختلفت التوجهات واختلفت النوايا المهم أن التنظيم داعش يتعرض إلى ضغط عسكري لا يستطيع مواجهته وهو لا يستطيع أيضا حتى يواجه حتى القوات التي تقوم بمهاجمتها وهناك استراتيجية تسمى استنفاذ القوة أو استنفاذ الطاقة القيام بها هجمات ومن ثم الانسحاب الهجمات تقوم بها بعض المجاميع مثل ما ذكرت حديث قيم جدا كالعادة انتهى وقتنا عذرني سيد دياء الوكيل خبيب جمعات المكوشبدة على هذه المشاركة معنا من بغداد عبر أكمار صناي